مصادر موريطانية الجزائر تبلغ المجتمع الدولي أنها ستوجه ضربات عسكرية قوية تنقلت بشكل واسع مصادر موريطانية المتفرقة خبرا متيرا مفاده أن الدبلوماسية الجزائرية تبلغ هيئات المجتمع الدولي أنها في حال تعرضها لأي استفزاز عسكري على الحدود الغربية للبلاد في إشارة واضحة وصريحة للمملكة المغربية يأتي هذا التطور مباشرة بعد التصريح الذي أدلى به دبلوماسي جزائري لوكلة الويترز إذ قال إن الجزائر قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية أخرى ضد المغرب وتتخذ مزيدا من الخطوات بعد قطع العلاقة وإغلاق المجال الجوي وقال عمار بلاني مسؤول ما يسمى ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية للويترز إنه من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية لكنه لم يحدد طبيعة هذه الإجراءات